السلام عليكم متابعي دراما سبورت كيف ممكن تحلل مباريات كرة القدم وكيف ممكن تفهم كرة القدم وهل يا ترى من الضرورة أنك تكون حاصل على شهادة تدريب بهاي اللعبة لحتى تحكي عن كرة القدم هون رح حاول أحكي لك عن تجربة الشخصية لا أكتر ولا أقل بطبيعة الحال هيك نوعية من الفيديوهات ما بتجيب تفاعل على المدى الأصير لكن بظن يعني بتجيب فائدة على المدى الطويل وأنا بحب هيك نوعية من الفيديوهات بكل صراحة لذلك حابب تتابع معي هذا الفيديو وتشوف يعني كيف أنا عم تابع المباريات وكيف عم حاول قدر الإمكان أفهم لعبة كرة القدم بطريقة مختلفة لكن قبل ما نفوض بكل هالتفاصيل إذا عجبك الفيديو بدي إياك تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عب تفاصل شكرا صديقي العزيز أنا عندي شهادة تدريب يعني من الاتحاد الألماني لكن هذا الشي لا يعني بإني أنا محلل كرة قدم أو بفهم كرة القدم أكتر منك يعني الموضوع لا يتعلق بشهادات تدريب لحتى تكون محلل كرة قدم لأن فيه فرق بين علم التحليل وعلم التدريب أي إن ممكن تكون محلل ناجح أو متابع جيد لكرة القدم أو متحدث جيد بكرة القدم من دون ما تكون لاعب سابق أو مدرب سابق أو عندك شهادة تدريب فالموضوع بيحتاج لعدة عوامل هذا الشي اللي حابب أحكي لك إياه هون بهذا الفيديو هاي العوامل إذا طبقتها على الأقل راح تكون من وجهة نظري الشخصية عندك مفهوم أو فهم مختلف عن لعبة كرة القدم يعني بشكل كامل طبعا الشي اللي بدي أحكيه هذا الجزء الأول فقط يعني فيه عدة أجزاء لهيك نوعية من الفيديوهات الجزء الأول راح حاول أحكي عن النقاط والعوامل البسيطة العوامل البديهية اللي لازم تبدأ منها لحتى تشوف المباريات وبإمكانك بعد المباراة تعطي تقييم لهاي المباراة وتحللها على الأقل بينك وبين نفسك وبعدها ممكن حتى تفتح قناة أو تفتح صفحة فيسبوك أو حساب فيسبوك وتحكي اللي بدك إياه لأن بوقتها راح يكون منظورك لكرة القدم نوعا ما مختلف الشغلة الأولى اللي لازم تعرفها عن محلل كرة القدم أو عن الشخص اللي بيحكي بكرة القدم الشغلة الأولى أنه لازم يكون متابع شغوف لمبارايات كرة القدم يعني مو مجرد تتابع كل أسبوع مباراة وحدة أو مبارتين لحتى تتمكن من معرفة كرة القدم أنت بصراحة يعني الشخص اللي ما بيتابع أكتر من خمس إلى ست مباريات أسبوعيا فوضعه راح يكون صعب من ناحية فهم كرة القدم بحاجة مباريات يعني أنا مثلا بدأت بمتابعة المباريات من عام الألفين نحن عم نحكي عن الفين وثلاث وعشرين فخلال 23 سنة ممكن تابعت أكتر من خمسة آلاف أو عشرة آلاف مباراة يعني إذا فقط حكينا عن نادي روما ومباريات ريال مدريد وبرشلونة وشلنا مباريات المنتخب السوري والمنتخب العراقي والمنتخب السعودي فمتابع مباريات بشكل كبير جدا يعني لما بتبدأ الدوريات على الأقل أنا أسبوعيا عم تابع خمس مباريات إذا ما تابعت فالوضع راح يكون صعب يعني إذا ما تابعت لمدة أسبوع أو عشرة أيام راح تحس حالك بالفعل بعيد عن كرة القدم فبالتالي متابعة المباريات مهم جدا يعني ما فيك تكون فهمان كرة القدم بطريقة مختلفة إذا ما كنت شغوف بهاي اللعبة إذا ما كنت عم بتتابع أغلب المباريات وأحيانا تسجيل المباريات إعادة المباراة لأن إعادة المباراة ممكن نتوسع فيها بطريقة مختلفة لكن إذا ما تابعت مباريات بشكل كبير عدد كبير من المباريات ففهمك لكرة القدم راح يكون محدود ممكن عم بتلاحظوا الناس اللي عم بتتابع بطريقة مستمرة للمباريات وبشغف كبير بتتحسن مع مرور الزمن يعني حتى هذا الموضوع بيتعلق بتحسن الشخص بطريقة فهمه للمباريات فكمية المباريات بتعطي نتائج إيجابية إنك تفهم هاي اللعبة بطريقة جيدة أنا بشوف عدد كبير من الناس حتى اللي ما عم بيظهروا على الإعلام عباقرة بفهم كرة القدم لأن عم بيتابع يعني ما عنده شهادة تدريب ما نو مشهور ما عم بيطلع على اليوتيوب أو على الفيسبوك لكن عم بيفهم كرة القدم لأن عم بيتابع بشكل كبير فهذا الشخص مو لأن ما عنده الإمكانيات لحتى ما عم بيطلع ممكن ما نو متحدث بشكل جيد لكن فهمان كرة قدم فبالتالي عدد المباريات أنا بشوفه من العوامل المهمة جدا إذا ما تابعت عدد كافي من المباريات أسبوعيا فهون الوضح ما رح يتحسن إطلاقا عدد المباريات لازم تاخده كقاعدة أولى تابع عدد كبير من المباريات العامل الثاني المهم جدا بموضوع تحليل كرة القدم وكيف تتحرك الملعب يعني كيف تتكسم الملعب تشوف الملعب تقسمه لتسع أجزاء وخلال هاي الأجزاء بتعرف اللاعب وين عم بيتحرك وكيف عم بيتحرك يعني أنت لما بتتابع كرة القدم وحابب تفهم بطريقة مختلفة لازم كلما تتابع أي مباراة تقسم الملعب بمجرد ما قسمت الملعب وشفت تحركات اللاعبين وكيف الفريق المنافس أو الفريق اللي عم بيلعب اللي أنت بتشجعه عم بيلعب بتحركات معينة كل تحرك لاعب الظهير، الارتكاز، المهاجم، المدافع، لاعب خط الوسط كل تحرك مهم بكل جزء من الملعب فهذه الأجزاء المقسمة إلى تسع أقسام لازم تفهمها بطريقة جيدة لازم تحفظها يعني إذا حابب تفهم كرة القدم بطريقة مختلفة لازم تحفظها لأنك إذا تابعت المباراة فقط ملخص للمباراة أو أهداف المباراة فهون أنت صعب جدا يعني مجرد كشخص مشجع أنا هذا الفيديو مخصص فقط للناس اللي عم تحكي لي كيف ممكن نحنا بعد المباراة نحكي عن رأينا الشخصي أنا عم حاول ساعدك بهذا الموضوع رأيك الشخصي موضوع متابعة المباراة بشكل أكبر والعامل الثاني تقسيمات الملعب يعني مهم جدا تعرف هاي التقسيمات وتفهمها بطريقة جيدة العامل الثالث وكمان من العوامل البديهية جدا لازم تعرف خصائص كل مركز يعني ظهير اليمين كيف ممكن يعمل الزيادة العددية بالحالة الهجومية لاعب خط الوسط هاللي أترى هو شغلته فقط قاطع كرات أو ممكن يساند قلبي الدفاع وممكن يتقدم لحتى يعمل صناع على الهدف أي يساهم بخط الهجوم بالزيادة الهجومية الزيادة العددية لاعب المهاجم كيف ممكن يفتح المساحة فكل مركز بكرة القدم سواء الظهير الدفاع خط الوسط والمهاجم عنده خصائص معينة هذه الخصائص كمان لازم تتابعها ودائما بنرجع للنقطة الأولى عدد المباريات كل ما تابعت مباريات كل ما رح يكون تركيزك على كل مركز على كل لاعب كيف عم بيتحرك كيف عم بيساند كيف عم بيرجع للحالة الدفاعية كيف عم بيطبق مصيد التسلل كيف عم بيتحرك لحتى يساند زميله بخط الوسط خصائص كل مركز مهمة جدا وإلا ما رح نستفيدش بالأجزاء القادمة اللي رح نحكي عنها بشكل أعمق عن كل مركز وعن خصائص كل مركز وكل هالأمور يعني هذا الجزء الأول فقط تحضير للأجزاء القادمة النقطة الرابعة اللي كمان لازم تأخذها يعني بعين الاعتبار هي منطقة افتكاك الكرة بأي منطقة الفريق المنافس أو الفريق اللي عم بيلعب بيفتك الكرة بمنطقة عن طريق الضغط العالي أو عن طريق دفاع المنطقة لأن في فرق بين الضغط العالي والدفاع المنطقة وكمان رح نشرحها بالأجزاء القادمة لكن أول شغلة اللي لازم تعرفها منطقة افتكاك الكرة وين عم يفتك الكرة عن طريق الضغط العالي ولا عن طريق دفاع المنطقة هذا الأمر كمان لا جدال ولا نقاش فيه لازم تعرف منطقة افتكاك الكرة كيف الفريق اللي عم بيلعب بأي طريقة معين وشو هي الطريقة اللي عم بيلعبها ثامسا وأخيرا بهذا الجزء البسيط لازم تفهم الفرق بين التكتيك اللي عم بيحطه المدرب والتكنيك اللي لازم يتميز فيه اللاعب الفرق بين التكتيك والتكنيك كبير جدا لما بتحكي عن التكتيك هاي طريقة اللعب الضغط العالي دفاع المنطقة الزيادة العددية كيف ممكن يتحركوا اللاعبين كيف ممكن تغيير جهة الملعب كل هالأمور هاي اسمها تكتيك المدرب لكن تكنيك اللاعب هذا الشيء المدرب ما في يعطي إضافة لتكنيك اللاعب اللاعب لازم يكون متمكن يعني من الناحية التكنيكية كيف ممكن يمسك الكرة كيف ممكن أساسا يمرر التمريرة بشكل صحيح ويغير جهة الملعب فالتكتيك من دون التكنيك ما بيفيد والتكنيك من دون التكتيك كمان ما بيفيد فلازم تعرف هذا الفرق يعني أي لاعب شو خصائصه هذا اللاعب كيف ممكن تكنيكيا يفيد هذا الفريق كيف ممكن يساهم بتكتيك المدرب كيف ممكن يساعد بتكتيك المدرب كيف ممكن يفيد المدرب بتكتيكه إذا ما كان عنده هذا التكنيك من ناحية التمركز الصحيح من ناحية رفع العرضيات بشكل جيد إذا ما كانت عنده القدرة على التمرير الطويل والأصير بشكل صحيح إذا كانت نسبة التمريرات غير جيدة كل هذا الأمر يتعلق بالتكنيك كيف ممكن يمسك الكرة كيف ممكن يحضر الكرة كيف ممكن يعمل الرأسية كل هالأمور مهمة جدا بحالة التكنيك التكنيك إذا كان جيد والتكتيك إذا ما كان جيد الأمر ما نوفايد ما في أي فايدة وإذا كان التكتيك المدرب جيد لكن اللاعب ضعيف تكنيكيا كمان الامر ما في منه فائدة فلزلك هاي العملية مهمة جدا انه يكون في توازن بين التكتيك والتكنيك اللاعب يكون موهوب لكن بنفس الوقت المدرب يكون جيد المدرب يكون جيد لكن بنفس الوقت اللاعب يفهم هذا التكتيك ويطبق هذا التكتيك من خلال التكنيك اللي عنده زي ما كان عنده تكنيك فمستحيل يطبق اي تكتيك دون يا شباب يعني حاولت لخص قدر الامكان وحاولت بسط قدر الامكان موضوع التحليل كرة القدم ما في نسمي بعد ما تخلص كل هالأجزاء اللي راح نعملها راح تكون محلل كرة القدم او انا محلل كرة قدم او ادعي باني محلل كرة قدم لان محلل كرة القدم هي فينا نسميها شغلة يعني عالتلفزيون عم تطلع يعني مانا شغلة قديمة مع وجود كرة القدم فبالتالي انك تحكي عن المباراة حق شرعي لأي شخص كان اساسا كرة القدم هي قائمة على المشجع اللي بيحكي بعد المباراة على الصحافة اللي بتحكي بعد المباراة على المدربين والمحللين اللي بيحكوا بعد المباراة على المؤثرين اللي بيحكوا بعد المباراة فبالتالي أنت كمان وأي شخص كان بعد المباراة فيك تعطي أي معلومات كافية عن المباراة من خلال فهمك البسيط لكرة القدم لا أكثر ولا أقل يعني ما أنا محصورة بشخص معين موضوع فهم كرة القدم أو الحديث عن كرة القدم أساس كرة القدم هي أنك تتحدث عن اللعبة إذا ما حتى تتحدث عن اللعبة أساساً اللعبة ما لأي فائدة لأن هي مجرد لعبة ترفيهية لحتى الناس تستمتع هذا الاستمتاع من خلال الحديث عن هاي المتعة اللي عم بتصير هذا كل ما في الأمر أتمنى أعجبكم في الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة